جيش الاحتلال الاسرائيلي يستخدم عدد من المواطنين كدروع بشرية خلال عملية المداهمة والتحقيقات الميدانية داخل حارات المخيم تتركز العملية في هذه اللحظات داخل حارة الغانم وكذلك أيضا حارة التمامات بالإضافة إلى استمرار عمليات التجريف في محيط جمعية الطيقاقون وكذلك أيضا محيط منطقة المربع عمليات التجريف هذه طالت جزءا من المحال التجارية وأيضا عدد من المباني وتدمير ما هو مدمر من البنية التحتية على الجهة المقابلة نشاهد مدرعات النمر الإسرائيلية في محيط حارة المدارس في تلك النقطة تقوم هذه الآليات والعربات العسكرية الإسرائيلية بإنزال قوات راجلة هذه القوات تبدأ بعملية الانتشار بعداد كبيرة داخل حارات المخيم وتحديدا في الشطر الخلفي من حارة البلاونة وتواصل المسير الآن على الهواء مباشرة نشاهد هذه العربات بدأت بعد عملية إنزال القوات الراجلة بالانسحاب من المنطقة وهو جزء من تحركات عسكرية مستمرة تقوم العربات التي يدفع بها الاحتلال من المحور الغربي من حاجز 104 بإحضار عدد كبير من الجنود تقوم بإنزالهم داخل حارات المخيم ولاحقا تنسحب لعملية جلب والدفع بعدد آخر نستمع الآن إلى أصوات لتبادل إطلاق النيران داخل حارات المخيم تحديدا في محيط حارة المدارس وكذلك أيضا حارة الغانم إطلاق نيران كثيف في هذه اللحظات نتحدث وفق الحصيلة من قبل مصادر طبية عن شهيدان شهيد وشهيدة بالإضافة إلى 11 إصابة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي تواجه طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني والإسعاف يعني عراقيل كبيرة في عملية نقل الإصابات من داخل المخيم إلى مستشفيات المدينة التي يعني هي أيضا يشملها جزء من الحصار سيما مستشفى تولكرم الحكومي ثابت ثابت عملية دخول أي إصابة أو حالة مرضية تخضع لعملية طبعا تفتيش من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وهناك طبعا جزء من هذه التحركات العسكرية الإسرائيلية هو يهدف كما يعني يمكن القول طبعا أنه لإعتقال المصابين أو إجراء فحوصات أمنية متعلقة حول هوية المصابين ينضم الآن إلينا على الهواء مباشرة فواز بيتار مدير الإسعاف والطوارئ عمليات والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني يعطيكم العافية شو اللي فعليا صار داخل مقر الجمعية عقب اقتحام يعني عقب الاقتحام وبعد مرور فترة بسيطة على اقتحام مدينة طولكرم ومخيمها اقتحمت مجموعة من الدوريات تابعة لقوات الاحتلال مركز إسعاف وطوارئ الهلال الأحمر الرئيسي في طولكرم وقامت بمحاصرة مركز الإسعاف ومن ثم طلبت من جميع الطواقم الموجودة بداخل هذا المركز الخروج وتسليم هوياتهم ومن ثم قامت بتفتيش المركز ومركبات الإسعاف بعد فترة غادرت هذه القوات المركز لتعود بعدها بدقائق مرة أخرى وتحاصل مركز من جديد وتطلب من جميع الطواقم الخروج وقامت باعتقال اثنين من الزملاء من داخل المركز استمرت فترة حصار المركز حوالي نصف ساعة خلالها منع الطواقم من الدخول والقروج إلى مركز الإسعاف عمليات نقل الإصابات والوصول إليهم داخل مخيم تولكرم وإلى مستشفيات المدينة هناك عراقيل كبيرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي شو اللي بيصير أثناء عمليات النقل؟ صحيح خلال عمليات النقل نواجه تفتيش كبيرة على مداخل المستشفيات حتى عند خروج سيارة المستشفى بعد تسليم الإصابة أو حتى الحالة المرضية العادية عند خروجها من المستشفى أيضا يتم إعادة تفتيشها وتدقيق في هويات جميع من فيها من الطاقم ومرضى ومرافقين إضافة إلى ذلك خلال تحرك داخل المخيم طولكرم نواجه صعوبة شديدة في بعض المناطق لم نتمكن حتى اللحظة من الدخول بشكل نهائي قبل قليل إحدى السيارات حاولت الدخول لإخلاء حالة ولادة من داخل المخيم تم إطلاق النار بشكل تحذيري على سيارة الإصعاف وطلب منها مغادرة المكان وحتى اللحظة لم يسمح لها بالدخول فوازي البطار مدير عمليات الإصعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني شكرا جزيلا لك بطبيعة الحالة ما هي الأليات العسكرية الإسرائيلية قامت بإنزال عدد كبير من طبعا المواطنين الفلسطينيين في هذه اللحظات لربما الآن الجهات المختصة مدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية تولكرم وهي واحدة من خلية الطوارئ التي تتعامل مع عزمة البنية التحتية التي تتعرض لها المدينة يعطيك العافية مهند مطر مدير العلاقات العامة شو اللي قاعد بصير الآن وشو الضرر الذي لحق في المخيم حتى هذه اللحظة مع استمرار العملية يعني هذا مسلسل اكتحامات المستمر الذي تعودنا عليه هذا ديدا الاحتلال يعني منذ الجمعة الفاته ونحن نعمل في المخيم ونسابق الزمن في محاولة لعادة الخدمات الأساسية للمواطنين حتى عادت اليوم كوات الاحتلال واقتحمت المخيم وكانت طواقمنا طبعا تعمل داخل المخيم وبالكاد أخرجناهم من داخل المخيم وبالمناسبة هناك يعني إصابتين من البلدية بإصابات متوسطة ولا زال أحدهم يخضى لعملية جراحية طبعا في المستشفى يعني نكافح نكافح يعني في إيصال خدمات الأساسية للمخيمات ولكن يعني رسالة الاحتلال هي واضحة يعني أن يجعل المخيم بيئة طاردة أن لا يصلح للسكن يعني أن لا يصلح للحياة يعني تدمير مستمر يعني المخيم يعاني يعني بصراحة وأجزاء عديدة من المدينة أيضا تعاني يعني من التدمير الممنهج والمتعمد أشكرك جزيرة شكر مهند مطر مدير العلاقات العامة على الجهة المقابلة التي بدأت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة الحصيلة حتى هذه اللحظة شهيدان شهيد وشهيدة وأحد عشر إصابة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول بأن الجيش قتل مسلحا وأصاب آخر من نطاق الميداني وعمليات الاقتحام فإن جيش الاحتلال يكتف حصار المؤسسات الطبية وملاحقة مركبات الإسعاب بالإضافة إلى مداهمة بعض العيادات الميدانية داخل المخيم لبعض الأطباء المحليين ذلك لمنع أي محاولة لنقل إصابات داخل المخيم إلى هذه النقاط الطبية داخل مخيم تولكرم بالتالي جيش الاحتلال أعلن في بيان رسمي له على أن ما يحدث الآن هو جزء استئناف لعملية المخيمات الصيفية شمال الضفة الغربية وأنه يستهدف البنية التحتية للأذرع العسكرية في هذه المناطق نشاهد التمركز الآن للأليات العسكرية كأنما هو جدار حديد من هذه العربات والأليات التي يعني تواصل التمركز والتموضع في هذه اللحظات داخل مخيمة تولكرم شكرا جزيلا لك خالب دير مراسل الغد كنت معنا من تولكرم بالضفة الغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا لك